يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بالإضافة لدخول شاحنات الوقود حيث دخل اليوم من بوابة معبر رفح المصري 94 شاحنة محملة بعدد من المواد الغذائية بالإضافة لعشر شاحنات مساعدات من دولة الإمارات الشقيقة فضلا عن دخول أربع شاحنات من الغاز واستمرار المعبر في استقبال المصابين والجرحة ومزدوج الجنسية وتسهيل مهمة الوفود والمنظمات التي تتابع الأوضاع هناك المزيد يستعرضه معنا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل مشاهدين الكرام بعد التحية لازلنا نتابع مع حضراتكم الجهود المصرية المستمرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة نتحدث عن دخول أكبر عدد من الشاحنات من البوابة المصرية وتحديدا نتابع مع حضراتكم الآن هذه الشاحنات التي تدخل تحديدا الآن هي تابعة لدولة الإمارات الشقيقة نتحدث عن عشرة شاحنات بها عدد كبير من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية التي تدخل الآن من خلال بوابة معبر رفح عن مصرية ستتجه إلى منفذ العوجة لإجراء بعض الإجراءات التفتيشية هذا بالطبع إضافة إلى الشاحنات التي دخلت صباح هذا اليوم نتحدث عن 94 شاحنة دخلوا بالفعل منذ صباح هذا اليوم متوجهين أيضا إلى منفذ العوجة لتقديم الخدمات الإنسانية إلى قطاع غزة هذا بالإضافة إلى شاحنات الوقود التي دخلت أيضا صباح اليوم نتحدث عن أربع شاحنات غزة ستوجهوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني وبالحديث عن هي جمعية الهلال الأحمر الإماراتي هذه هي الشاحنات التابعة لدولة الإمارات بها عدد كبير المستشفى الميداني هذه بعض المستلزمات وبعض الأدوات والخاصة بالمستشفى الميداني التي تقيمها دولة الإمارات الشقيقة جنوب قطاع غزة ونتحدث بالمناسبة فيما يتعلق بهذه المساعدات منذ قليل أيضا عبر وفد لدولة الإمارات الشقيقة من خلال بوابة معبر رفح المصري عبر إلى الجانب الآخر في قطاع غزة للإشراف على المستشفى الميداني هناك دولة الإمارات الشقيقة تقيم مستشفى الميداني هناك بوجود عدد كبير من الأسرة وعدد كبير من الأطباء أيضا نتحدث عن أكثر من 150 سرير في هذا المستشفى بوجود عدد كبير من الأطباء لتقديم الخدمة للأشقاء الفلسطينيين الخدمة العلاجية هذه الشحنات أيضا التي تمر هو بتنصيق كامل ما بين مصر والإمارات وجمعية الهلال الأحمر المصري والإماراتي فيما يتعلق بوصول المساعدات هذه المساعدات التي وصلت عبر مطار العريش في مدينة العريش ويتم التنصيق لشحن هذه المساعدات ودخولها لقطاع غزة بالإضافة بالطبع إلى الاستمرار في استقبال عدد كبير من المصابين والجرحة وأيضا مزدوجي الجنسية ونشير إلى بالطبع قرب الانتهاء من المرحلة الأولى من المخيم الإغاثي الذي أنشأته جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية المصرية بوجود هذا المخيم لإيواء النازحين من شمال غزة نتحدث عن مرحلة أولى بـ 300 خيمة تستوعب أكثر من 1500 شخص دعما للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجهات القيادة السياسية هذه هي الصورة من أمام معبر رفح أعود إليكم مرة أخرى